معلقة واحدة بجد هي السر اللي هتخلي الكيكة بتاعتك ارتفعها شاهد جداً وهتخليها طرية طروة الصنين ومحافظة على القوام بتاعها تابعوا معي الفيديو للاخر باهتمام لو عايزين تعرفوا ايه هي المعلقة دي وهقولكو النهاردة ازاي تتحك مفلون الكيك سواء تخلي لونه ابيض او لونه برتقوني كده زي ده وكمان هقولكو اسباب فشل الكيك ازاي الكيكة بتهبط منكو في الفرن او ليه بتهبط منكو الاسباب بسبب الفرن او بالاسباب تانية كل الحاجات دي هقولها في الفيديو بتاعنا للنهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك بقناتي ما تبخشي لي ايزي ان دي كوك وخلونا سريعا بدون رغي كتير نبدأ الفيديو بتاعنا للنهاردة بسم الله اول حاجة بعتزم منكو ان انا ببنزلش فيديوهات كتير الفترة دي لاني كده في ظروف موجودة عندي ومسافرة الفترة دي فهنزلكو فيديوهات لما ارجعتني باذن الله انزلكو فيديوهات يومية او يوم ويوم على الاقل بس الفترة دي بحاول بقدر الامكان يكون ايه انزل فيديوهات علشان القناة ايه ريتش بتاعها ميقاش تخلونا بقى في الكيك بتاعتنا بقى الجميلة اللي هنتو شوفتها في الاول دي وتعالوا لما اقولوكم المقادير اللي هسيبها لكو تحت في الديسكريبشن او في صندوق الوصف تحت الفيديو اول حاجة استخدم ثلاث تربع كوباية من الزيت عليهم كوباية من السكر نفس الكوباية هستخدم فيها ايه حليب طبعا انا هنا عملتها بالزبادي انا كانش متوفر عندي حليب فاستخدمت اربع معلق كوباية من المياه الدفع نزلت عليهم بعد ما دربتهم نزلت عليهم بثلاث بيضات وزارفين من الفانيليا وتقدر انكم تستبدله خالص الفانيليا ومتحطهاش لان انا هستخدم فروتي برتقون ده كان متوفر عندي مش متوفر بقى ايه الافضل انك تحطي اشر برتقون او عصير برتقون بدل الحليب او اللبن هديكي برضو نفس النتيجة ولكن هتبقى احسن عشان مش هتدخلي اي حاجات صنعيه من بره هندروهم ضربتين في الخلط كده لمدة دقيقتين وفي الاخر بقى الحاجة كمان اللي هتخلي الكيكة طرية مع الزبادي هي معلقة من السمنة البلدي بتخلي كده الكيكة وطرودها في حتة تانية تماما اما بالنسبة بقى للمعلقة اللي هتخلي ارتفاع الكيك شاهد وهي النشا النشا يا جماعة بيحافظ لك على ارتفاع الكيك ما يهبطش منك ابدا بعد ما اتعلعين من الفرن وفي نفس الوقت في الفرن بيخلي الارتفاع بتاعه شهك فعلا وده بيرجع لمقاس الصنعي اللي هتحطي فيها الخليط بتاع الكيك وكمان معلقة النشا دي ضررية جدا بعد ما نزلت الخليط في الطبق نزلت عليهم بكبيتين اول من الدقيق ودربتهم مع بعض معهم زرف من الكيك شيف وبعد كده نزلت عليهم كمان بنص كباية يبقى كده مجموع الزيالي احنا حطناه كبايتين ونص من الدقيق عليهم زرف كيك شيف ومعلقة كبيرة من النشا كده الخليط بتاعنا جاهز ده هو ده الخليط المزبوط بتاع الكيك اللي لازم انت بتعمل الكيكة بتاعتك تكوني ملاحظة ان الكيكة بتاعتك لا تكون يعني صيصة يعني بيبقى الخليط خفيف اوي او تقيل اوي الخليط اللي انتو شفتو ده تمام بعد كده بجيب القلب بتاعي وبدل هنا بشوية من السمنة وابدرها كده بشوية من الدقيق وانزل بقى بالخليط بتاع الكيك طبعا وانا باخلط الخليط اصلا بكون مشغلة الفرن من قبلها بعشر دقيق على اعلى درجة حرارة علشان لما دخل الكيك بقى الاول لازم الفرن يكون سخن علشان ما تهوتش منك بعد كده او ما تطلعش كويس لازم الفرن يكون سخن اول عشر دقيق كمان بعد اما تدخليها الفرن بيكون عالي وبعد كده بنوطي درجة الحرارة طيب الكيكة بتاعتنا هتوعد قد ايه في الفرن هتوعد اربعين دقيقة زي ما انا قلت لك اول عشر دقيق بتكون اعلى درجة حرارة وبعد كده بتنزلي درجة الحرارة بتكون اقل من المتوسطة وبتسيبيها ما تفتحيش عليها خلص غير بعد تلاتين دقيقة علشان ما تهباتش منك في الفرن طبعا لو مكترة السكر الكيكة هتقبط منك ومش هتقب ولو مكترة الباكينج بودر الكيكة هتنفش منك قوي بالزيادة وفي نفس الوقت هتكون مفرغة معاك من جوه ودي من اسباب فشل الكيك انك بتزودي السكر فبتلاقي معاك ان الكيكة ما نفشتش بعد كده بسيبها كده بقى في الفرن شوية لحد ما تبقى دافية عشان اقدر ان انا قلبها وما تكسرش معايا ولما بتكون دافية بقدر ان انا قطعها لكن لو هي سخنة ما بتدريش انك تقطعها عشان بتفرول منك لو عايز النتيجة دي زي ما انا قلت لك غطيها كده شوية بالطبق عشان تبقى طرية معاكي قبل ما تقلبيها بخمس دقيق بس ما ينفعش انك تغطي كيك بتاعتك علشان ما تعجنش منك سبيها كده في الفرن بعديها بعشر دقيق بعد ما تكوني تفطي النور تطلع معاك الكيكة ممتزة انا هنا عملت صانيتين من الكيك صانية عملتها بالفروتي برتقون والصانية التانية عملت فيها كده رشة صغيرة او من الفروتي برتقون هتلاقيها ملقونة صغيرة مش زي التانية لان انا مكنتش عايزة اطلع فيها الطعم قوي بتاع البردوان ايه رأيكم بقى في الكيك بتاعنا للنهاردة سواء الصانية المدورة دي او الصانية التانية اللي مش مفرغة اللي اتنين اللي ارتفاع بتاعهم زي الفل ايه رأي بتكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم وتكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة وبكده نكونوا بصنا الاخر الفيديو بتاعنا للنهاردة لو الفيديو عجبك بتنسوش اللايك وشير وسبسكرايب القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم اني اشعار بكل جديد اشوفكم الفيديو القادم على خير واسبكم فيه رعاية الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة